ممكن أن يصل قريبا إلى ما هو أشبه بإعلان الحرب يعني إن لم أكن مخطئة هذا كان وصفك أيضا قبل أيام لما يجري في دهوك هل هو بمثابة إعلان حرب؟ هل هو بمثابة احتلال لأكثر من أربعين نقطة موجودة في دهوك؟ بالإضافة إلى نقاط التفتيش التي نصبت، الدبابات التي تصول وتجول والمخططات لإنشاء قواعد عسكرية تركية جديدة سيد حلق أكيد احتلال الآن يتكلم من وجهة نظرتي العسكرية طبعا أي تجاوز على الحدود العراقية من أي دولة كانت مهما كانت هذه الدولة بدون موافقة الحكومة واختراقها ودخول عجلات مدرعة وأسلحة وقتال وجيش طبعا هذا يعتبر احتلال وإلا أنت بأي حق تخلي سكان قرى وأغضية ونواحي من مناطق هي تابعة لدولة أخرى وتجبر أهاليها بالتنقل إلى منطقة أخرى ويعتبرون نازحين وهذا كلها لم تكن بموافقة عراقية نعم أنا أكرر وأعيد إلى أن هناك اتفاق مبدئي ما بين العراق وتركيا على ضرورة تمشيط الحدود العراقية التركية التي تحد بحدود العشرين كيلومتر ما بين الدولتين ولكن على أن يتم تجاوز حسب معلوماتي الأخيرة الآن وصل يعني الدخول واختراق هذه المناطق إلى أكثر من سبعين كيلومتر تدرينا سبعين كيلومتر هو رقم يعني يتوجه من محافظة بغداد إلى محافظة كربلاء مو معقول أنه يكون تجاوز بهذا الموضوع زائدا هناك نقاط ثابتة تم تشكيل أو تم تأسيس أكثر من ثلاث نقاط ثابتة داخل قضاء العمادية يعني على حدود العمادية ضمن أغضية ونواحية العمادية شو هذا مو معقول أنه يكون هناك نزوح قرى ودخول جيش وتحرك الجيش زائدا تحرك الراجلا والتفتيش بالهويات على المواطنين وكأنما هو يتحرك داخل بلده هذه أنا أتصور إلى أنه هناك ردود أفعال عراقية نعم كان العراق متعاون بهذا الموضوع نعم نحن نرفض وجود حزب العمال الكردستاني بقتاله مع الجارة تركيا نعم هناك علاقات قوية مع تركيا نعم هناك اتفاق مبدئي ما بين حكومة المركز والإقليم نعم هناك اتفاق مبدئي ما بين حكومة الإقليم وتركيا ولكن يصل الموضوع إلى أن يكون هناك خرق لهذا الموضوع وكأنما هو خرق لسيادة العراقية وأعتقد إلى أن الموضوع يجب أن يحل خلال الأيام القريبة القادمة